بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم السلام عليكم إزايك يا شباب عاملين إيه يا رب دايما الكل يكون بخير وكل عام وحضراتكم بألف خير ورجعنا لكم النهاردة تاني بشرح جديد من شروحات الأندرويد جايب لكم النهاردة معي IPTV حكاية والله زي ما بقول لكم كده حكاية يحتوي على مكتبة كاملة للأفلام والمسلسلات ده غير المحتويات الرياضية وطبعا الـ IPTV الموجود معنا النهاردة طبيعي يحتاج نظام أندرويد عشان يشتغل من خلاله بمعنى الصح يكون عندك أي نظام أندرويد شاشة أندرويد تيفي بوكس بيشتغل بنظام أندرويد تليفون أندرويد أي حاجة فيها أندرويد والأحلى والأجمل من كده إنه مش بيحتاج إصدار عالي من إصدارات الأندرويد ده غير إن الـ IPTV الموجود معنا النهاردة معه مشغل بيشتغل من خلاله فلو عندك شاشة اندرويد او تليفون اندرويد او تيفي بوكس بيشتغل بالنظام الاندرويد فأتمنى انك تكمل معا الحلقة دي للآخر عشان تشوف طريق التنزيل الاي بي تي في الموجود معنا النهاردة والمشغل بتاعه لغير ما هقولك على مميزات وعيوب الاي بي تي في الموجود معنا لغير اني اتمنى منك انك ما تنساش انك تضغط لايك للحلقة وتعمل شير للحلقة ولو بتشوفني لأول مرة فأنا أخوك أحمد وأهلا بك في قناتك قناة أحمد أبو طاقية ومن غير كلام كتير بقى صاحبي يلا بنا بقى مع بعض نروح نشوف الاي بي تي في العملاق الموجود معنا النهاردة ولكن بقى في شوية حاجات بنعملها كده مع بعض عشان تاخد أفضل أداء من نظام الاندرويد مع أي اي بي تي في انت هتنزله عندك على نظام الاندرويد أول حاجة بنعملها إن احنا بننزل تطبيقات إزهار التطبيقات المخفية ليه لإن في بعض إصدارات من إصدارات الاندرويد تي في أو عن متن أنظمة الاندرويد بتيجي تنزل التطبيق بتلاقيه مش ظاهر معاك وبالتالي هننزل النهاردة مع بعض تطبيقين لإزهار التطبيقات المخفية تحسبا إن نظام الاندرويد اللي عندك يكون إصداره مش هيزهر لك الـ i-bitd اللي احنا هننزله مع بعض النهاردة ده غير ان لازم يكون عندك تطبيق داونلودر على نظام الاندرويد ومن خلال هذا التطبيق بنحط شورت كود بننزل به الاي بي تي في والتطبيقات الموجودة معنا النهاردة وفي حالة حدوث اي مشكلة بالشورت كود اللي هيزهر في القناة هسيب لك الشورت كود الجديد تحت في الوصف الخاص بالفيديو اول حاجة هنبدأ بها بقى مع بعض تنزيل التطبيقات الخاصة بازهار التطبيقات المخفية على نظام الاندرويد يلا بنا بقى مع بعض نروح لنظام الاندرويد عشان ننزل اول تطبيقين موجودين معنا في الحلقة وزي ما انت شايف يا صديقي احنا كده جينا على نظام الجوجل تيفي او نظام الاندرويد اول حاجة لازم تتأكد من وجودها عندك هو تطبيق داونلودر وتطبيق داونلودر لتنزيل اي تطبيقات من خارج المتجر ولو انت مش عارف ازاي تنزل تطبيق داونلودر هسيب لك حلقة تحت الفيديو في صندوق الوصف هتعرفك ازاي تنزل تطبيق داونلودر عندك على نظام الاندرويد او نظام الجوجل تيفي هنبدأ مع بعض بتنزيل النسخة الكاملة من اول تطبيق معنا هو لازهار التطبيقات المخفية هنفتح مع بعض كده تطبيق داونلودر هنضغط كده اوكي مع بعض ونجيب الاركام ونكتب خمسة اتنين خمسة زيرو اربعة تمانية خمسة اتنين خمسة زيرو اربعة تمانية او خمسمية خمسة وعشرين زيرو تمانية واربعين هننزل مع بعض كده على انتر ونضغط اوكي زي ما انت شايف او صديقي اول تطبيق معنا لازهار التطبيقات المخفية سايدلود لونشر هنقف على المستطيل الازرق دا ونروح ضغطين اوكي او زي ما انت شايف سايدلود لونشر هل تريد تثبيت هذا التطبيق اقول له ايوة تثبيت مفيش اي مشاكل يقول لك تم تثبيت التطبيق اقول له تم اعمله ديليت وارجع اعمل ديليت تاني كده مفيش اي مشكلة وهمسح بقى الكود ده عشان حط الكود بتاع التطبيق الاخر وهو الابلكيشنز داش بورد هنجيب كده الارقام مع بعض ونكتب 5 4 3 5 7 7 5 4 3 5 7 7 او 5 3 5 7 7 وانزل واضغط على انتر اوكي اوهههو حولنا كده على لينك التحميل بتاع الداش بورد او الابلكيشنز داش بورد على المستطيل الازرق ده واروح دايس اوكي كده عشان ابدا التحميل اهو زي ما انت شايف معانا هروح رايح على تثبيت واضغط اوكي هيبدأ يعمل عملية الانستوليشن او التثبيت هو كده نزل معنا مفيش اي مشاكل نهائيا هعمل تم وبعد كده برضه هعمل ديليت ثم ديليت مفيش اي مشكلة دي كده اول حاجة في الحلقة بتاعتنا النهاردة تنزيل التطبيقات الخاصة بازهار التطبيقات المخفية تطبيق سيدلود لونشار وتطبيق الابليكيشنز داش بورد هنيجي بقى للخطوة التانية اللي احنا هنبدأ فيها تنزيل الاي بي تي في الموجود معنا النهاردة والمشغل بتاعه هنبدأ الوقت ان احنا نروح لنزام الاندرويد ونبدأ ننزل بنفس الطريقة باستخدام تطبيق داونلودر وبعد ما نخلص هنرجع مع بعض تاني هنا عشان اقول لك على مميزات وعيوب الاي بي تي في الموجود معنا النهاردة يلا بنا بقى مع بعض نرجع تاني لنزام الاندرويد هنفتح كده تطبيق داونلودر مع بعض هنبدأ نكتب مع بعض الشرطي كود الخاص بالإي بي تي في الموجود معنا النهاردة اكتب معي كده صديقي هندوس كده اوكي وننزل تحت على الأرقام ونطلع عشان نكتب 445008 445008 أو 4450008 أو 4450008 وهننزل مع بعض على الانتر ونضغط اوكي الإي بي تي في هو اللي موجود معنا في المستطيل الأزرق ده هاروح رايح على المستطيل الأزرق كده واروح دايس اوكي اهو موجود معنا هل تريد تثبيت هذا التطبيق ايوه تثبيت هاروح دايس على تم وطبعا هعمل ديليت ثم ديليت هنزل على الأرقام مرة تانية وهكتب بقى الشرطي كود الخاص بالمشغل اكتب معي كده يا صديقي واحد واحد تسعة زيرو أربعة أربعة يبقى واحد واحد تسعة زيرو أربعة أربعة أو 119 زيرو أربعة واربعين هنزل كده على انتر واضغط اوكي المشغل هو اللي موجود معي برضو في المستطيل الأزرق ده هاروح على المستطيل الأزرق كده واروح دايس اوكي زي ما انت شايف ده كده المشغل بتاعنا هل تريد تثبيت هذا التطبيق ايوه تثبيت تم التثبيت بنجاح هقول تم اهو مفيش اي مشكلة اعمل ديليت ثم ديليت مرة أخرى تجعنا مرة تانية على التطبيقات اهو هنفتح بها تطبيق أبليكيشنز ولو نزلنا لتحت هنلاقي ان الاي بي تي فيي ظهر معنا ومفيش اي مشكلة نهائية هتبدأ انت تدخل تجرب وتستمتع بكل المحتوى اللي موجود على الاي بي تي فيي اللي نزل معنا النهاردة في الحلقة طيب لو ما عجبكش الاي بي تي فيي او مش عاجبك اي تطبيق موجود عندك تقدر تفتح ابليكيشنز تاني كده وتروح نازل على اي تطبيق مش عاجبك وليكن داون لودر هروح دايس هليه اوكي كده طويلة وانزل تحت على انستول هيتمسح معي فورا ومفيش اي مشاكل نهائية ايه بقى مميزات وعيوب هذا الاي بي تي فيي الموجود معنا النهاردة مميزاته بقى اقل سرعة انترنت تشتغل ومفيش اي مشاكل نهائية مكتبة عملاقة طرفهية ورياضية المشغل اللي احنا بنزله معاه مش بيحتاج اي اصدار عالي من اصدارات الاندرويد العيب اللي موجود فيه من وجهة نظري ان انت عشان تاخد افضل صورة من هذا الاي بي تي فيي لازم تشتغل على اعلى ريزيليوشن وبالتالي الاستهلاك من باقة الانترنت بيكون عالي شوية دي كده المميزات والعيوب ولكن انا في رأيي ان المميزات بتضغى على العيوب وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة فياريت بقى ما تنساش اللايك للحلقة والشير للحلقة وياريت برضو ما تنساش اشتراكك عندي في القناة لان الموضوع ده بيدعمني كصانع محتوى وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد مع السلامة شكرا